السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا قوم من زمان ما عملناش فيديوهات ومقاطع يمكن علشان حركة البطيئة اللي كانت عليها الدنيا في الفترة الاخيرة وكوفيد وكورونا والحجر وده كله والقعدة في البيت لكن يبدو ان الدنيا بتزبط ويبدو ان احنا خلاص على المرحلة اللي هي تقريبا بنعدي فيها على الاقل الموجة التالتة وما بعدها وما قبلها حتى من اثار الخبر اللي جاي يقوله النهاردة بخصوص السفر الى كندا زي ما انتم عارفين كانت كندا في بداية يناير السنة دي على ما اذكر قررت ان اي حد هيدخل كندا لازم يعمل فحص ولازم يقعد في هوتيل لغاية لما تبقى نتيجة الفحص ولو كانت نتيجة الفحص ايجابية هيقعد في الفوتي لغاية 14 يوم او لغاية لما نتيجة فحص تطلع سلبية يعني الكلام ده كله كان من القوانين اللي حطتها كندا عشان تستقبل الناس اللي كان مسموح لهم من هما يسافروا الى كندا لانه برضو مش كل حد كان مسموح لانه هو يسافر الى كندا النهاردة 21 يونيو 2021 الحكومة قررت او يعني نزلت خبر بيقول انه ابتداء من خمسة جولاي خمسة سبعة الفين واحد وعشرين الناس اللي طعمت تطعيم كامل يعني على حسب نوعه كل نوعه تطعيم ومطلباته الناس دي ممكن تدخل كندا بدون بدون ما يعني ما يمروا بالحجر والامتحاء والتست بتاعهم الى اخره يعني كل الاجرات دي هتتشال عليهم وما فيش حتى الى 14 يوم انا حسب ما قاليت في الخبر ما فيش كمان انك انت تروح البيت 14 يوم الى اخره كل مطلوب منك انك انت تثبت انك انت فعلا اتطعامت واكملت المطلوب من التطعيم بالنسبة لك الانواع اللي مقبولة خلينا اقرأ الخبر ايه الانواع المقبولة اللي هي فايزر موديرنا استرازينكا وحتى جونسون جونسون ان جونسون هم دول اللي مكتوبين يعني هم دول الانواع التطعيمات اللي مقبولة غير كده هتمشي عليه الاجراءات حسب ما كان برضو زارة الهجرة اعلنت انه الناس اللي عندهم اللي هو الكونفرميشن اف بي ار لسه ساري يعني ما انتهاش مش اكسبيرد دولي كمان ممكن يجوا دلوقتي كان زمان محدش ممنوع حد يعني كانوا بقولوا محدش يجي عشان مش هنستقبل حد لكن دلوقتي فتحوا الباب للناس اللي هما عندهم سي او بي ار ومش اكسبيرد مهم جدا قالك لو كان منتهي ما تجيش هنشوف الاخبار وكل ما يطلع خبر ان شاء الله هنبلغكم به هنا في سسكاتشوان هيشيلوا كل القيود يعني هما قالوا معظمها لانه في شوية حالات لسه تبقى صغيرة يوم 11 جولاي 11 جولاي 2021 احنا مثلا الشغل على طول تفاعل مع الموضوع وقرر ان احنا هنرجع المكتب خلاص بداء من اوغوست يعني عم نتطوعين على مراحل وبشكل كامل هنبجع المكاتب يوم 1 اكتوبر اهلا بالحرية ما تنسوناش من الشير لايك سبسكرايب تفعيل جرس دعواتكم وحشدوني في امان الله اشتركوا في القناة